وانطلاقا من قاعدة التكامل الاقتصادي والامني والاجتماعي نفت خلية الاعلام الامني الانباء التي تم تداولها بشأن اعلان وزارة العضل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الامني هشام الهاشمي مبينة ان المتهم لازال قيد التوقيف في احدى مراكز الحجز وذكرت في بيانا ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من انباء عن اختفاء المتهم عار عن الصحة جملة وتفصيلا واضافت الخلية انه لم يتم نقله الى مؤسسات وزارة العضل الاصلاحية اصلا لغرض استكمال الاجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب اليه وصولا الى احالته المحكمة المختصة لينالى جزاءه العضل وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تتضمن اجابة لوزير العضل خالد الشواني يبلغ فيها مجلس النواب العراقي عدم وجود المتهم الرئيسي باغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي في سجون الوزارة موسيقى